السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو راح يكون ملخص عن serial communication RS232 RS232 recommended standard 232 is standard for serial communication يستخدم لل serial communication it uses standard 9 bin DB9 cable يستخدم cable يتكون من 9 bins RS232 communicate using a positive voltage for a binary 0 and a negative voltage for binary 1. راح يمثل positive voltage بلوجيك 0 ويمثل negative voltage كلوجيك 1 PLCs use RS232 to communicate with models هذا الجهاز يمثل PLC وهذا الموديل لل PLC اللي هو يعتبر كالكونترولر أو جهاز يعرض عمل ال PLC ال PLC نفسه يسمى Data Terminal Equipment والكونترولر يسمى Data Communication Equipment هذا الكابل هو الكابل RS232 الكابل الكنكتر بالكابل بالنسبة لل Data Terminal Equipment راح يكون كMail Connector والطرف اللي يربط للData Communication Equipment راح يكون يمثل ب Female Connector مثل ما تشوفون مو موضح بهذه الصورة نيجي الآن على Transmission Distance والTransmission Rate الماكسيموم Transmission Distance 50 فيت مثل ما ذكرنا بالفيديو السابق أنه ممكن تكون أقل أو أكثر ولكن أنه حتكون أقل Transmission Rate مقبولة من يكون Transmission Distance هي 50 فيت ولكن كلما زاد Transmission Distance راح تتقل الTransmission Rate أو Data Rate أو سرعة نقل البيانات وحتكون غير مقبولة وغير موفية للغرض والإرسال على هذا الكابل فمعناته راح تكون العلاقة عكسية بين Transmission Distance والTransmission Rate الترانسميشن رايت من يكون الترانسميشن دستانس 50 فيت راح يكون عندي الترانسميشن أو البت رايت هي 20 كيلو بيت بير سيكن وراح تتقل وتزيد حسب طول الكابل إلى هنا يخلص ملخص الSerial Communication RS232 وشكرا